حقيقة يوم أمس كان نسمي دخول البرلمان للدورة الخامسة نتاج انتخابات أجريت في العراق بغض النظر عما في يوم من الأيام كنت آني أمامك أيضا من هنا وكنت مقاطع للانتخابات إذا تذكر جنابك قبل الانتخابات أنا كنت مقاطع لهذه الانتخابات لأنها فاقدة لشرطها وشروطها ولكن عندما هاي الانتخابات طلع الناخب من أهلنا السنة وطلعوا الناخبين من أهلنا الكرد وعبروا عن رأيهم وجزء من أهلنا الشيعة عبروا عن رأيهم وقالوا كلمتهم وطلعت هذه الأصوات فهنان أيضا كان لدي بعض الشكوك ولكن عندما حسمت جدل بالمحكمة الاتحادية وهي المحكمة العليا اللي يجب علينا أن نحترم وأنا دائما أكرر في اللقاءات نحن أنا كرجل قانون يجب أن نحترم القضاء وخاصة المحكمة الجنائية العليا حيث حسمت الجدل بالدعوة الأخيرة اللي قامها الأخوة في الإطار التنسيقي حسمت الجدل برد الدعوة إذن لا يسعنا إلا أن نقول للأخوة الفائزين واللي شاء البارحة دخلوا إلى مجلس النواب مبروك عليكم الفوز ومبروك عليكم تشكيل الكتلة الأكبر الكتلة الأكبر والكتلة الأكبر حقيقة اللي صار عليها جدل لأن داخل قبة البرلمان عندما أحد الأخوة من الإطار التنسيقي أعلن أنه يمتلك 88 هذا حقيقة مع جل احترامي إله هو مخالف للقانون بس وقدم ورقة بناء على سابقة نعم نعم هاي الورقة اللي قدمت بناء على سابقة في عام 2010 فكان يعتبرها عرف ولكن الوضع الآن تغير ليش الوضع تغير؟ نحن نتعامل بالقانون الوضع تغير لأنه صار قانون انتخابات بالمادة 45 حسمت الجدل المادة 76 حسمت جدل مقدما زيان الكتلة التي قبل دخول قبة البرلمانية ولا يجوز التنقل بالمادة 45 لا يجوز التنقل بين نائب ونائب داخل مجلس النواب إذن الكتلة الأكبر هي التي دخلت إلى مجلس النواب يعني البارحة كان إذا تسألني البارحة هل كان الإطار قانوني بحث والتشكيل قانوني بحث والفرز والترشيح؟ نعم قانوني بحث 100% ولا يوجد جدل عليه وأيضا أعود إلى أنه حسمت هذا الجدل المحكمة العليا المحكمة الاتحادية العليا طيب الانتخابات فعل ديمقراطي الفعل الديمقراطي إنعكاسه يجب أن يكون أيضا ديمقراطي الأجواء البارحة كانت توحي بأننا في ديمقراطية بصراحة هذا يعني هذا هذه المسرحية أو المسرحة لما حدث داخل قبة البرلمانية أستاذ أنس حقيقة